فتخيل أن الله ملك الملوك الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون مالك يوم الدين يختارك يا العبد الضعيف المسكين عشان يظهر الخير الفلاني على إيدك شوف بالله عليك الاختيار شوف بالله عليك الاصطفاء والله العظيم من الواحد لما ربنا يسر عيدك خير تعرف شو لازم تعمل والله لازم تروح البيت تعيط تعيط تقول أنا أنا يا رب اخترتني أنا أنا يا رب تظهر رزق فلاني على إيدي أنا يا رب تخليني أكفى اليتيم الفلاني فتسيّر رزق عبدك الضعيف الطفل تسيّر رزقه على إيدي أنا مين يا رب أنا مين عشان عشان الله يصطفيني ووصل الرزق الفلاني على إيدي أنا مين عشان ربي سبحانه وتعالى يزيد في رزقي ويجعل جزء من رزقي لفلان شوف الصحابة الجميل الجليل اللي اجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وله جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام وحط بين ايدينه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم هيك مال الله يعلم قديش هيك سرة فلوس فقال يا رسول الله هذا مال لك تقضي به دينك وتوسع به على اهلك وتعطي من تشاء ان يا رسول الله هذول الالف دينار ولا الفين ولا خمسمية ولا مية هذول يا رسول الله اليك اذا عليك دين ست دينك واكيد النبي عليه ديون صلى الله عليه وسلم الناس كل يوم جايين وجايين فبدفع من جيبت ويعطي لفن والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا تشهد لكانت لا أهو نعم عمر النبي ما قال لا يعني لدرجة سيد النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ما أجمل للنبي يوم الأيام سيد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة أنصارية عملته هالعباية وهدي إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمل هدي العباية يعني أجمل هدي تعطى للرجل لما تهدي له عباية فسيد النبي عليه الصلاة والسلام واحدة أنصارية غاز لهالعباية ومرت به شوف قديش قاعدت لما خلصتها وأهدتها لحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة طالع على الناس ولابس العبائي مبسوط عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحان بهديه وصاح أصحابه من الذكرين وشوف هاي ست قديش اشتغلت واشتغل العبائة ما سوتها فخرج النبي بالعبائة على صاحبه عشان يصلي فيهم والنبي هيك يعني السرور والفرح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ففرحاني النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العبائة بعدين لما وقف يصلي وإلى واحد من المصلين من الصحابة رجال الله يا رسول الله قال له نعم فقال أعطني عبائتك شو هو أعطيني عبائتك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وكرامة ابشروا أهل أو سأل فيك نعم وكرامة فراح النبي شلح العباية لبسوا إياها خلص النبي صلاة ودخل على حجرته الشريفة فأصحاب النبي لا مو يا رجل كيف تعمل هيك أنت شايف النبي أول لبسي إله كيف بتلبسها كيف بتأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام فقال والله ما أخذتها غواء مش بتأتخيل فيها وألبسها قدام الناس ولكني أخذتها لتكون كفني ألقى الله بها أنا أخذتها عشان أتكفن فيها ألاقي ربنا فيها سبحانه وتعالى شوف هالنبي العظيم ما قال لا قط إلا في تشاهدي لو لا تشاهد لكانت لاؤه نعم فهالنبي المعطاء معطاء معطاء أكيد بصير في عنده نقص أكيد بصير في عنده ديون أكيد أكيد يعني وإن لم يظهر للناس فإجا الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذا المال إلك تقضي به دينك وتوسع به على أهلك وتعطي من تشاء طب ليه شو الصحابة يعمل هيك عشان ربنا بدي يظهر الخير على إيده عشان ربنا لما وسع عليه في رزقه فاستخدمه في أن يدعم النبي ويقوي شوكة النبي فربنا رح يقويه رح يقويه هو النبي مكفول من الله عز وجل ومضمون من الله عز وجل ومحروس من الله عز وجل ولكن الله يريد أن يظهر الخير على يد بعض أتباع النبي وأحباب النبي عليه الصلاة والسلام عرف ليش أصحاب النبي غالين وحبيبين إلا لأن الله أظهر على أيديهم خير كثير تخيلني يا لك يلي ربنا باستخدمك وما باستبدلك لكن تعرف شو أعظم استخدام أنتوا عارفين شو أعظم استخدام باستخدمنا يا الله لما ربنا يستخدمك تحكي باسمه شو يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لما ربنا يخليك داعية بس عشان أكون داعي أنا مش حافظ كثير لا 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 هو الموضوع آية بلغوا عني ولو آية مش مبارح واحد من أخواننا اتصل وبلغ آية قال إن المتقين في جنات وعيون هاي بلغ آية انت مطلوب منك آية وحدة أعظم استخدام الله يستخدمك لما يجعلك من أهل الدحوة تدعو الناس إلى الله وتحبب الناس بالله وتجيب الناس لربنا وكل ما سجد بصحيفة حسناتك وكل ما ركع بصحيفة حسناتك وكل ما قال حلال وحرام بصحيفة حسناتك وكل ما طهر رزقه بصحيفة حسناتك وكل ما عمل خير بصحيفة حسناتك وكل ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بصحيفة حسناتك يستخدمك يجعلك من أهل الدعوة عشانك ربنا شو قالنا بالقرآن هو ددنا ربنا بآية قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم إذا أنتهم مش رح تمشوا بالدين والشرع والدعوة أنا بجي بغيركم أسألك سؤال يا عرب أسألك سؤال يا عرب ربنا استبدلنا ولا ما استبدلنا استبدلنا شروح شوف الأتراك والدعوة شوف الباكستانين والدعوة شوف الهنود والدعوة وعربنا بلشانين بعضهم وعربنا بلشانين بس مين يقول على الكرسي ومين مين يصير ومين ما يصير وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم شوف ربنا شو قال يا أيها الذين آمنوا وربنا بيحكي كلام جازم يا أيها الذين آمنوا والآية فيها شوية غضب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذا أنتم بتدللوا علينا بالدين بتدللوا علينا بالدعوة بتدللوا علينا ربنا رح يشيلكوا جيب ناس تنين والله كل شي قدير بس الدين ماشي ماشي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مواصفاتهم يا رب أذلة على المؤمنين رقم واحد اثنين أعزة على الكافرين رقم ثلاث يجاهدون في سبيل الله رقم أربعة ولا يخافون لو ما تلائم طب ليش يا رب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم شوف ربنا شو بيحكي إذا أنتم شايفين الدين زي اليوم اليوم طالعنا ملحد فلان ملحد لا يؤمن بشيء إذا بتبعدوا عن الدين الدين مش رحيين كسر الدين مش رحيين كسر والإسلام مش رحيين كسر بس كل ما هناك إنه في ناس بسقط على الطريق في ناس بسقط على الطريق شوف كيف شجرة التين شجرة التين بتلاقيها مليانة بس عبيما يستوي التين في أشياء بتسقط على الأرض معفنة البشر نفس الشيء في ناس يتساقط على الطريق شوف الهداية نازلة نازلة والله الهداية نازلة نازلة هنتم قاعدين تسمعوني الآن على الراديو قديش في الناس بقول أنا كنت ببنكريبة والله تاب علي واحد بقول لك أنا كنت مغني والله أنا قلت لك تعتوب وله تاب لحاله واحد بتقول لك أنا والله ما كنت شوائين الحمد لله واحد بتقول لك أنا عاق والدين والحمد لله الله الهداية نازلة نازلة بس سؤال انت إلك دور بهداية البشر ولا لا لو كان الجواب لا عيط أحارك لو كان الجواب لا اعرف ان الله مقصيك طب شو اعمل اعمل بالعمل قال عنه سيدنا عمر شو سيدنا عمر قال سيدنا عمر بيقول جالسوا البكائين ثم بكوا مثل بكائهم واطرقوا ابوابه باكف الرجاء فاذا فتح الباب فادخلوا دخول المتطفلين وقل مسكين فتصدق عليه يا رب تصدق علينا واستخدمنا ولا تستبدلنا قلوا امين